بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبات وطالبات السنوية العامة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية مع حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء للسنوية العامة مع حضراتكم مصر أمجد عدلي ومصر أحمد الحسين موضوع حلقتنا النهاردة هكون بأنوان الخلايا الجلفانية وإنتاج الطاقة الكهربية جاء تكملة للحلقة الماضية اتكلمنا فيها عن الخلايا الأولية والخلايا السنوية وأخذنا بعض التطبيقات من تطبيقات الخلايا الأولية وهي خلية الزئبك وخلية الوقود الهايدروجين أيضا اتكلمنا عن الخلايا الجلفانية السنوية وأخذنا كنموذج أو تطبيق من تطبيقات المركم الرصاصي أو بطارية السيارة النهاردة إن شاء الله هيكون موضوع حلقتنا عن بطارية أيون أليسيام ثم تآكل المعادة. هنبدأ مصر امجد في التعريف ببطارية ايون اه الليسيوم من حيث الاستخدامات اولا وعد كده نبدأ نتكلم عن تركيب بطارية ايون الليسيوم والتفاعلات اللي هتحدث داخل البطارية من حيث الشحن والتفريق. حضرتك كده هتوضح لنا الاول استخدامات بطارية ايون الليسيوم وبعد كده نتكلم عن التركيب بطار مصر امجد. شكرا مصر احمد. سلام عليكم اعزائي الطلبة والطالبات وبنكمل مع بعض اللي احنا كنا بدأناه مبارح اللي هو الخلايا الليبانية وانتاج الطاقة. وزي ما مصر احمد قال اخدنا نوعين من الخلايا اللي هو الخلايا الاولية والخلايا السنوية. الخلايا الاولية اخدنا فيها بطارية او خلية الزئبق اخدنا خلية الوقود في الخلايا السنوية اخدنا بطارية الرصاص الحامدية والنهاردة بناخد اخر هذه الانواع اللي هو بطارية ايون الليسيوم ودي بطارية زي ما احنا شايفينها كده بطارية جافة وطبعا طالما هي خلية سنوية يبقى معنا كده انها قابلة لاعادة الشحن يعني بتنعكس التفاعلات بداخلها وحنلاقي لها تفاعل تفريغ وتفاعل شحن. بطارية ايون الليسيوم اكثر استخداماتها هو اجهزة التليفون المحمول او الموبايلات والكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب وفي بعض السيارات الحديثة كبديل لبطارية الرصاص الحمدية. اه تركيب بطارية ايون الليسيوم ده هنشوفه كده مع مستر احمد. بالنسبة لتركيب بطارية ايون الليسيوم زي ما حضراتكو اه شايفين قدامكم في الصورة انها بتتكون سياحة زي اي بطارية او اي خلية من الخلايا الجيلفانية من انود وكاسد ومحلول الالكتروليتي وبعض العوازل اللي هتفصل بين مادة الانود وبين الكاسد وبين المحلول الالكتروليتي. زي ما حضراتكو شايفين كده القطب الموجب او الكاسود داخلية جيلفانية طبعا من الخلايا الانهاكسية او القابلة لاعادة الشحن بيتكون بطارية ايون الليسيوم الكاسود فيها من اكسيد الليسيوم كوبلت اللي هو ال اي سي او اوتو. لو جينا نشوف كده مادة الانود بنلاقي مادة الانود او القطب السالب اللي هي جرافيت الليسيوم. وجرافيت الليسيوم ده صلت. لو جينا نفكر كده مع بعض. في بادة جرافيت الليسيوم. وجينا نقول ان هو مركب ايوني ولا سبيكة ولا مصهور ولا وضع ايه. ده عبارة عن بولورة. مكونة من ست زرات كربون. وبينهم زر الليسيوم. ولذلك انا لاحز ان الليسيوم موجود في المحلول الالكتروليتي في صورة ايونات. ويوجد ايضا الليسيوم في الكاسود في صورة ايونات. لكن عند مادة الانود بيوجد على شكل زرات. وهي دي اللي هتبدأ بفقد الالكترونات. وهي دي اللي هتبدأ بعملية الاجسادة. وهيطلع منها الالكترون. ويسيب مكانه الفراغ. لغاية ما يبدأ عند دائرة الكاسود ياخد ايوني الليسيوم بعد الهجرة. ياخد الالكترون ويبدأ ايه يتحول تاني الى زرات الليسيوم. وده هيتم اثناء الشحن مرة تاني. يبقى منقول مادة الانود اللي هي عبارة عن جرافيت الليسيوم صالب. مادة الكاسود اكسيد ليسيوم كوبل. طيب يا مستر والالكترونيتي اللي معانا هيكون ايه سوداسي فلورو فوسفيد الليسيوم اللا مائي. اللي هو ال اي بي اف سيكس. طبعا هنا بنؤكد ان هو لا مائي لان هو هنا لو مائي بيحدث تفاعل انفجاري داخل البطارية. يبقى تاني تركيب ايون بطارية ايوني الليسيوم غلاف معدني. اه يحتوي على تلات رقائق ملفوفة بشكل حالة زوني. وهنا بنقول فيها كاسود وانود والكتروليد. انود جرافيت ليسيوم. الكاسود اللي هو اكسيد ليسيوم كوبلت. الالكتروليد اللي هو سوداسي فلورو فوسفيد ليسيوم. وبيكون بينهم عازل عبارة عن شريحة رقيقة من البلاستيك. تعمل على عزل القطب الموجب عن القطب الايه السالب. اه اه ده بالنسبة ليه تركيب بطارية ايون الليسيوم. لو جينا مستر ام جاد كده لنشوف التفاعلات اللي هتحدث داخل البطارية من حيث تفاعل الانود وتفاعل الكاسود والقوة الدفعة الكهربية. هنقول مستر ام جاد. اه شكرا مستر احمد. اه لو جينا نبتدي كده نشوف اه طبعا القوة دفعة كهربية زي ما احنا شايفين بتدي تلاتة فولت. ودي اعلى اه خلية بتدي اه قوة دفعة كهربية. لو الوقود كانت بتدي واحد وتلاتة وعشرين. الرصاصة الحمضية الخلية الواحدة منهم كانت بتدي اتنين وخمسة من مية فولت. هنا الخلية الواحدة بتعطي تلاتة فولت. طيب التفاعلات اللي بتحصل في البطارية ايه? تعالوا نشوف اول تفاعل عندنا اللي هو تفاعل الانود زي ما مستر الالكترون بتاعها وتتحول الى ايون ليسي موجب اللi موجب. فى بتفقد الإلكترون وبيتكون عندي السي سي كس زائد الاي موجب زائد الإلكترون السالب. فهنا حتتجمع الإلكترونات وبالتالي القانود اللي هو القطب السالب. اه اللي بيحصل عنده عملية الأجسادة. حتبتدي الالكترونات تنتقل منه إلى الكاسد في الكاسد عندي ايون الليسيوم وجنبيه اكسيد الكوبالت الصن فبيبتدي ايون الليسيوم يكتسب الالكترون ويتحول إلى اكسيد الليسيوم كوبالت اللي هو ال LICO2 لو جينا نشوف التفاعل الكلي اللي هو بتاع عملية التفريغ هنلتقي ان ال LIC6 مع COO2 وطبعا زي ما احنا شايفين كده الليسيوم تشال من الطرف الايصر في المعادلة التانية والطرف الايمن المعادلة الاولى والالكترونات برضو تشالت فاضل عندي بقى في الطرف الايمن في النواتج اللي هو C6 زائد LICO2 لو حبينا نشوف تفاعل التفريغ كده مستر رحمة هنشوف تفاعل الشحنة هايبقى عامل ازاي شكرا مستر امجد المعادلة اللي هي معادلة تفاعل الكاسود او تفاعل الاختزال اللي بيتم عند الكاسود في بطارية ايون اللي سيوم المعادلة اللي قدامنا دي حضرات بتكون معادلة مختصرة عشان حضرتك لو سألت نفسك هو مين مادة الانود LIC6 ايه اللي حصل في مادة الانود حصل تفاعل اكسادة طب ايه اللي عملية الاكسادة الكترون مفقوط من اللي فقد الالكترون زرات اللي سيوم فقدت الالكترون وتحرك الالكترون في الدايرة الخارجية ووصل الطيار وتحول اللي سيوم الى ايونات لسيوم LI تبص كده حضرتك هنا اكويس ده محلول ما يعني هنا اللي سيوم موجود في صورة ايونات بعد فقد الالكترون هو تفاعل الاكساد طب مين بقى مادة الكاسود احنا دايما بنبدأ في التفاعلات بتاعتنا على مادة الكاسود هي اللي بقى صلى الله عملية الاختزاء مادة الكاسود هي لو حضرتك كتبت معاك مع وجود ايونات اللي سيوم اللي موجودة عندي النتيجة عملية الاكسادة والالكترونات المكتسبة عند مادة الكاسود هتحول الى يبقى هنا في وفي هنا وللاختصار شلنا الانسيام هنا وشلنا الاتنين وبالتالي اصبح انا كان ببدأ سي اوOSH مع ايوناي اللي سيوم هايبقى للاكتصار عمل المعادلة دي دي اللي هي المعادلة المختصرة لتفاعل الكاسود وبالتالي نجمع تفاعل الانود وتفاعل الكاسود هيدي له لاتفاعل اللي بحصل اثناء عملية التفريق لو حكسنا التفاعل بقى ايه اللي هيحصل بتحدث عمليات الشحن وده التفاعل الكل في الشحن والتفريغ بس كده وبكون القوة الدفعة القرابية او جهد الخلية بيساوي تلاتة فولت بس نشوفها بشكل تاني ازاي بيحصل الشحن وازاي بيحصل التفريغ زي ما حضراتكم كده شايفين بطارية ايون الليسيان ايه اللي حصل هنا زرات ليسيام هنا زرات كربون وست زرات كربون وبينهم زرات ليسيام زرات الليسيام تحولت الى ايونات بدأت تهاجر الايونات نحو مادة الكاسود بدأت يتحرك الالكترون في الدائرة الخارجية لما ايونات الليسيام ده طبعا هتسيب مكانها فراغ دي بلورة بلورة مكونة من ست زرات وزرات ليسيام في النص ايه اللي هيحصل تحولت لايون الايون ده هيقابل للالكترون عند مادة الكاسود وهتحول الى زرات ليسيام مرة تانية ده اثناء عملية الشحن لما انا هوصل بمصدر كهرابي خارجي مصدر الكهرابي الخارجي بمسؤول عن امداد الخلية بالطيار او بالالكترونات يكتسب الالكترون ويتحول الى زرات ليسيام وبالتالي يبدأ الشحن يزيد يبقى اثناء التفريغ البولورة فقدت زرات ليسيام اللي فيها الالكتروناتها ووصلت الطيار وتولدت الطاقة الكهربية وسابت مكانها فراغ كان الشحن 100% بدأ الشحن يبقى 99% بعد كده ظهرت ليسيام في البولورة اللي ابتليها وكذا كل ما كده الزرات في ليسيام اثناء فقدها هذه الالكترونات تتحول الى ايونات ويبدأ الشحن يقل معايا في البطارية لما يبدأ الشحن يبقى صفر طبعا انا عند 10-15% ببدأ عملية الشحن طب باش ان يعني ايه هوصل بالطيار الكهرابي مرة اخرى وتوصيل التاركه رابع ينعكس التفاعلات وهيبدأ يمد طيار الخلية بالالكترونات اللي هيكتسبها الايونات عند كاسود البطارية اللي هو انوت الخلية اثناء عملية التفريغ وبالتالي تبدأ تتحول الى زرات تعوض النقص تاني يبقى بداء الشحن يبدأ يبقى واحد في المية اثنين في المية وهكذا كل مقايون ليسيام يكتسب الالكترون من مصدر الطيار يتحول الى زرات يعوض النقص في هذه البلورات اللي حضراتكو شايفينها يبقى داء وينعكس التفاعل اللي هو بنقول تفاعل ايشح لو جينا بقى مستر امجد نتكلم عن مميزات هذه البطارية هنقول ايه اتفضل اول حاجة في مميزات بطارية ايون اللي سيام انها حجمها صغير وطبعا زي اي خلية جلفانية سنوية يمكن اعادة شحنها في نفس الوقت لا يتصاعد عنها اي غازات فهي خلية مصمطة وخفيفة ولا يتصاعد عنها غازات الحاجة المهمة هنا بقى انها بتقدر تخزن كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها يعني حجمها الصغير ده الا انها زي ما انا قلت في الاول خالص بتديني اكبر قوة دفعة من كل الخلايا اللي احنا درسناها فهنا قدرتها العالية على تخزين كميات كبيرة من الطاقة طيب نقول تاني كده المميزات بتاعتها صغيرة الحج ومصمطة وخفيفة ولا يتصاعد عنها اي غازات يمكن اعادت شحنها وفي نفس الوقت عندها قدرة عالية على تخزين كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها طيب اه ليه بنستخدم ايون الليسيام في تكوين هذه الخلايا ممكن الحلقة تجاولينا على السؤال ده مستر احمد بعد اذنك شكرا مستر امجاد طبعا بنقول ان بطارية ايون الليسيام بتستخدم في البطاريات السيارات الحديثة كمديل الميركم الرصاصي ده طبعا لخفة وزن هذه البطارية اه وبالتالي قدرتها العالية ايضا على تخزين كميات كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها الصغيرة فبنقول ان الاصل فيها هذه البطارية هو عنصر الليسيام اه ليه زي ما مستر امجاد بيسألنا بيقول ليه عنصر الليسيام يدخل في تركيب بطارية ايون الليسيام بنقول ان هو من اخف الفلزات المعروفة ايضا بيكون الاصغر بالنسبة لباقي الفلزات الاخرى في جهد الاختزال القياس يبقى ده بالنسبة لبطارية ايون الليسيام استخدم كبديل في السيارات البطاريات في البطارية في السيارة للبطارات الحديثة او للسيارات الحديثة وبنقول بيدخل في تركيبها عنصر الليسيام زي ما حضراتكم شايفين اخف فلز معروف الاصغر بالنسبة لباقي الفلز الاخرى تاني كده بنوضح شحن بطارية للايونات عند الكسد الطيار الكهرابي او شاحن ادى الالكترون ادى مصر الطيار ايونات الليسيام اخرت الالكترون وتحولت الى زرات الليسيام وتعوض النقص الحادث عند الانود وبعد كده الايون التاني تحول الى زر وهكذا وده اللي هو بالنسبة لعملية الشحن وده العمليات العكسية اللي هي التفريخ انا هقول ان هنا بلورة عند مادة الالود من زرات الكربون بينهم زر الليسيام فقدر الالكترون اتحرك في الدائرة الخارجية لا يأصل بعد كده يتحول الى ايون الليسيام بهاجر ايون الليسيام نحو مادة الكاسد عبر الحواجز المسامية او العازل العندي ومن هنا يتكسب الالكترون اثناء الشحن ويرجع يتحول لزرات وهكذا ويبدأ الشحن يزيد مرة ايه اخرى يبقى ده ده كشكل مفصل لحالتين الشحن والتفريغ للمرة التانية حالة التفريغ ده الطرف السالب او الانود الليسيام تحول الى ايونات هجرة الايونات نحو مادة الكاسد عشان بتنتظر الالكترون اللي جاي من مادة الانود وتتحول الى مرة مرة اخرى الى زرات وبنبدأ نشوف ان هنا الزرات بدأ اتقل وبدأ يزيد الايونات هنا بعد كده بدأ يحصل ايه تبدأ ترجع الزرات لوضع التبايع تاني وتبدأ تقل الايونات بنأكد ان الليسيام موجود عند مادة الانود والليسيام موجود عند مادة الكاسد عند مادة الانود بيوجد الليسيام على شكل زرات وعند مادة الكاسد بيوجد في صورة ايونات ويوجد في صورة ايونات ايضا في المحلول الالكتوريت تاني من خلال الشكل اللي قدام حضراتكم شوفوا الشحن وشوف دائرة التفريغ وشوف عند الانود ايه اللي يحصل حد لاتجاه الطيار وشوف عند الانود ايه بالنسبة لتفاعل الانود والكاسد او تفاعلي الشحن والتفريغ لو جينا كده مستر انجد نقارن بسرعة كده بين بطارية الرصاص الحمضية وبطارية ايون الليسيام كتطبيقات من تطبيقات الخلايا الجلفانية شكرا مستر احمد بالنسبة لبطارية الرصاص الحمضية زي ما احنا شايفين ان نوع مادة الانود عبارة عن الواح من الرصاص الشبكي اللي مملوقة او مغطاة بطبقة من الرصاص الاسفنجي بمادة الانود هي الرصاص الاسفنجي اللي هيحصلها عملية الاكساد ولكن مادة الانود في بطارية ايون الليسيام هي عبارة عن جرافيت الليسيام طيب نوع مادة الكاسد في بطارية الرصاص بتبقى برضو عبارة عن الواح من الرصاص الشبكي ولكن مغطاة بطبقة من عجينة ثاني اكسيد الرصاص وهنا تبقى اللي حيحصل له عملية الاختزال هو ثاني اكسيد الرصاص في بطارية ايون الليسيوم اللي هو اكسيد الكوبالد آآ ليسيوم آآ في الالكتروليد بالنسبة لبطارية الرصاص الحمضية كان هو حمض الكابريتيك المخفف زي ما تكون الحصة اللي فاتت ان التركيز بتاعه او الكسافة بتاعته بتتروح ما بين واحد وتمانية عشر من مية الى واحد وتلاتة من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب لما تكون البطارية كاملة الشحب آآ بالنسبة لبطارية ايون الليسيوم الالكتروليد هو آآ سوداسي فلوروفوسفيد الليسيوم اللامائي واللي هو صيغة الكيميائية بتاعته الال اي بي اي ف سيكس آآ بالنسبة لتفاعل الانود في بطارية الرصاص الحمضية كان عندي الرصاص زرات بتتحول الى ايونات وبترتبط بايون الكابريتات السالب وبيتكون على الانود كابريتات الرصاص وبينطلق اثنين الكترون والجهد عملية الاكسادة كانت ستة وتلاتين من مية فون اما بالنسبة لتفاعل الانود في بطارية ايون الليسيوم قلنا اللي سي سيكس بيفقد الليسيوم هنا الكترون وبيتحول الى ايونات الليسيوم والسي سيكس يعني ايون الليسيوم بيفصل عن السي سيكس طيب بالنسبة لتفاعل الكاسود في بطارية الرصاص الحمضية عندي البي بي اوتو اللي هو ثاني اكسيد الرصاص بيختزل بواسطة الالكترونات اللي جات له من عملية الاكسادة في وجود الالكتروليت اللي هو الفور اتش موجب والاس او فور سالب اثنين وبيتحول الى كابريتات رصاص وبيتكون كمية من الماء اللي هو اثنين اتش تو او وعملية الاختزال هنا جهدها بيساوي واحد وتسعة وستين من مية الفور بالنسبة لبطارية ايون الليسيوم اكسيد الكوبلت بيرتبط بايون الليسيوم وبيكتسب الالكترون بيكون الال اي سي او اوتو اللي هو اكسيد الكوبلت الليسيوم وطبعا المعدة دي مستر رحمة تفسرها لنا بالتفصيل وقال لنا انها اصلا اكسيد الكوبلت الليسيوم والايون اللي جاه من عملية الاكسيدة فبيتكون عندي ال اي تو سي او تو فهنا شلنا او اختصرنا ال ال اي مع ال ال اي وفضلنا المعادلة بالمنظر اللي احنا شايفينها دلوقتي بالنسبة للتفاعل الكلي لعملية الشحن والتفريغ فعندي الرصاص بي بي زائد زائد اربعة اتش موجب زائد اتنين اس او فور سالب اتنين في عملية التفريغ بيدينا ال اتنين بي بي اس او فور واتنين مية وقلنا جهد الخلية هنا بيكون اتنين وخمسة من مية فولت وفي عملية الشحن هو التفاعل العكسي بتاع عملية التفريغ بالنسبة للتفاعل الكلي في بطارية ايون الليسيوم ل اي سي 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 زائد سي او او تو بيدينا سي 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 زائد ال اي سي او او تو وده عملية التفريغ فعملية الشحن برضو هو التفاعل العكسي القوة الدفعة الكهربية للبطارية ككل في حالة اي بطارية ايون الليسيوم اللي هي تلاتة فولت وفي حالة بطارية الرصاص الحامضية قلنا الخلية الواحدة هتكون 2.5 من 100 وعندنا بتكون البطارية مكونة من 6 خلايا متصلة على التوالي وبالتالي بيبقى القوة دفع الكهربية للبطارية ككل 12 فولت وبس هنا متبدلين يعني 3 فولت دي المفروض هحطها تحت بطارية ايون الليسيوم وال12 فولت دي هكتبها تحت بطارية الرصاص الحامضية كده نبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالخلايا الجلفانية وانتاج الطاقة فضلنا دلوقتي نبتدي في صدق المعادن او تآكل المعادن ونبتدي كده مع مستر احمد ونشوف يعني ايه كلمة صدق المعادن او تآكل المعادن هنستأذر حضرتك مستر ام جد كده قبل ما ننتقل الى تآكل المعادن وصدق الحديد ان احنا هنقارن الاول بين الخلايا الاولية والخلايا السنوية وموضوع الرمز الاستراحي مستر ام جد عشان وكان موجود على الشات في الحلقة بالنسبة للرمز الاستراحي انا بستنتج الرمز الاستراحي باختصار من تفاعل الانود وتفاعل الكاسود فلو جيت اشوف مثلا بطارية الرصاص الحمودية الانود اللي هو الواقع الرصاص الاسفنجية دي بي بي زيرو بقى بي بي موجب اتنين حضرتك بس باختصار تحسب عدد تأكسد الرصاص في المتفاعلات والنواتج يبقى البي بي زيرو كان بقى بي بي موجب اتنين حاجة عند مادة الكاسود الاكسوشين على التأكسد وسالب اتنين في اتنين سالب اربعة يبقى الرصاص موجب اربعة بقى هنا موجب اتنين هنا طبعا حدد التأكسد يبقى معناها ان ده عملية اختزال هنا كان زيرو بقى موجب اتنين يبقى معناها زيادة في الشعن الموجب عملية اكسادة بس وانت بتكتب الرمز الاصلاحي ساوي عدد الالكترونات المفقوضة عند مادة الانود بعد الالكترونات المكتسبة عند مادة الكاسود نفس الكلام عند جراء فيتي السيا من الانود الليسيا الي هو помощью الاي سي ستة طبعا عدد تأكسد الليسيا بموجب واحد هنا ايه كان الليسيا مزرات كان زيرو بقى موجب واحد فقط الالكترون يبقى ده نص خلية الانود طب نص خلية الكاسود هشتغل على سي او او تو سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة يبقى الكوبالت موجب اربعة وهتحسب عدد تأكسد الكوبالت هنا هيكون موجب تلاتة يبقى ده اللي حصل نقص فيه الشحنة ده الاختزال هنا عملية الاكسادة وبتساوي عدد الالكترنات المفقودة مع عدد الالكترنات المكتسبة عند مادة الكاسود لو جينا بقى ننتقل الى منقارنة سريعة بين الخلايا الاولية والخلايا السنوية من خلال ما تم دراسته قلنا الخلايا الاولية او الخلايا السنوية الاتنين طبيقات من طبيقات الخلايا الجلفانية والخلايا الجلفانية هي عنظمة يتحول فيها الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية وتتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية في الاتنين من خلال تفاعلات اكسادة واختزال طلقائي بس هيكون الفرق الوحيد بينهم ان الخلايا الجلفانية الاولية بيكون تفاعل الاكسادة والاختزال غير ناكاسي لكن في الخلايا السنوية تفاعل الاكسادة والاختزال بيحدث بشكل ناكاسي ومن هنا في الخلايا الاولية لما يكون التفاعل غير ناكاسي لا يمكن بل يستحيل اعادة شحنها الى وضعها الطبيعي لانها خلايا غير ناكاسي اما الخلايا السنوية بنقول يا حضرات ان هي تفاعل الاكسادة والاختزال اللي بيحدث انها كاسيا من هنا بنقدر نعمل اعادة شحن توصيلها بمصدر كهربية زي ما قلنا قبل كده يعطي قوة دفع كهربية اكبر قليلا من النتيجة من الخلايا وابقى كده قررنا بين الخلايا الاولية والخلايا السنوية ومن هنا نبدأ في عملية تآكل المعادن وصدق الحديد زي ما حضراتكو كده شايفين ده كصور للحديد في حالته قبل الصدق وصورة الحديد بعد الصدق او التآكل فبنقول ايه هي تآكل المعادن وايه معنى عملية الصدق عمليات الصدق بيكون من العمليات التآكل الكيميائية للفرزات وده بيحدث بفعل الوسط ومن هنا انا بنقول ان بيحدث اثناء تآكل المعادن او التحلل الكيميائي للفرزات تفاعل من التفاعلات الاكسادة والاختزال الغير مرغوب فيها وبتسبب نوع من نوع تدهور او تدمير بعض المنشآت المعدنية وبالتحديد المنشآت الحديدية وده بيسبب لنا خسائر اقتصادية فادحة ومن هنا ايضا بيوجد ان ربع انتاج العالم من الحديد سنويا بيحدث نتيجة هذا التآكل التآكل ده لو حصل بيحدث نتيجة التحلل الكيميائي للفرزات بفعل الوسط المعيد بيحدث تفاعل اكسادة واختزال يعني هيتكون ايضا خلايا جلفانية موضعية بسبب الشوائب الموجودة ونشوف الاسباب ده بيقدل تدهور المنشآت المعدنية وبيقدل فقد ربع انتاج العالم سنويا من الحديد ومن هنا بدأ العلماء يفكروا في ازاي نتغلب على ظاهرة تآكل المعدن ونحمي المنشآت المعدنية فلو جئنا نبص كده يعني ايه تآكل المعدن يعني صدق الحديد نقول الصدق تاني عملية تآكل كيميائي للفرزات بفعل الوسط المحيط الصدق اعتبر من تفاعلات الاكسادة والاختزال الغير مرغوب فيها ليه غير مرغوب فيها طبعا بتسبب في تدهور المنشآت المعدنية وخسائر اقتصادية فادحة تؤدي الى فقد ربع انتاج العالم سنويا ومن هنا بنقول ان بعض العلماء فكروا في ازاي يتغلبوا على ظاهرة تآكل المعدن بسبب تدهور المنشآت وبسبب الخسائر الاقتصادي فلو جينا قبل ما نوضح تفسير او ميكانيكية الصدق يا مستر امجد هنقول الفرزات اللي بيكون معرضة للصدق هل جميع الفرزات لها نفس الدرجة في التعرض للتآكل ام بتختلف فرص التآكل من فرز الى فرزة اخر فضل مستر امجد شكرا لحضرتك طبعا مش كل الفرزات لها نفس درجة التعرض للتآكل ففي فرزات بتتعرض للتآكل بسرعة او بتصدق بسرعة زي مثلا الحديد وفي بعض فرزات اخرى لا تآكل بسهولة زي مثلا زي ما احنا شايفين كده الدهب ما بيتعرضش للتآكل بسهولة في الظروف الطبيعية بتاعتنا وطبعا لو حاولنا نجد تفسير للكلام ده مش هنجد تفسير الا في متسلسلة النشاط الكيميائي فكل ما بيكون العنصر اكثر نشاطا بيسهل عملية الاكسادة وبالتالي بيسهل تآكل العنصر فلو قلنا مثلا الفلز لما حيلامس الهواء ايه اللي هيحصل له حيبتدي سطح الفلز يتفاعل مع مكونات الهواء الجوي اللي هي الاكسوجين وبخار الماء ويبتدي يكون طبقة من الاكسيد او الهيدروكسيد والاكسيد هنا الهيدروكسيد كده بنسميه او بنطلق عليه كلمة الهيدروكسيد الاكسيد المائي فبتتكون هذه الطبقة وهذه الطبقة بتكون طبقة هاشة ولا تزوب في الماء فعشان كده بيسبب تآكل الفلز انما في بعض الفلزات بتكون هذه الطبقة قابلة للزوبان في الماء زي مثلا في الفلزات الاقلاء فبعض الفلزات كمان بتكون هذه الطبقة طبقة غير مسامية بتكون ملتصقة تماما بالسطح زي مثلا حالة الكروم زي ما قلنا قبل كده بتتكون طبقة غير مسامية من الاكسيد بتاعه فبتحميه من التآكل وبالتالي الفلزات زي ما احنا قلنا قبل كده وكلها مش متشابهة في الفرص التآكل بتاعتها ولكن كل فلز له ظروفه الخاصة المشكلة هنا ان عندنا في بعض الفلزات بتكون الطبقة اللي بتتكون على سطح الفلز طبقة هاشة هذه الطبقة الهاشة بتكون مسامية وبتسمح للوسط الهواء ان هو يدخل تحتها ويبتدي يعمل تفاعل اخر في الجزء السفلي وبالتالي بيتآكل الفلز كله فهنا عملية الصدق بتحصل مثلا في الحديد لكل الحديد مش للطبقة الصدحية فقط لان الطبقة دي بتكون مسامية بتكون قابلة لانها تزوب في الماء وبالتالي بتسمح بدخول الاكسوجين والهواء مرة اخرى الى الجزء الداخلي فبيجعل الفلز كله يتفاعل ويتآكل طيب ايه الشروط اللي بتؤدي او ايه العوامل المؤسرة على تفاعل الصدق واللي تخلي تفاعل الصدق سريع طب هو ليه اصلا تفاعل الصدق بطيء ده اللي احنا عوزين نعرفه من حضرتك مستر شكرا مستر امجد اه يبقى تاني كده حضرات بنقف عند الطبقات الصلبة المتكونة نتيجة تفاعل او ملامسة الفلزات للهواء نوع الطبقة المتكونة زي الطبقة الصلبة او الطبقة الهشة نوع الطبقة من حيث المسامية او غير مسامية نوع الطبقة المتكونة من حيث قابلية الزوابان في الماء او عدم قابلية الزوابان في الماء ألاقي كده أن فلز زي فلز الألمونيوم من الفلزات اللي هي صعبة في عملية الصدق أو التآكل على الرغم من أنه يوجد في مقدمة متسلسلة الجهود الكهربية طبعاً هنا الألمونيوم بيتفعل مع الهوى الجو فبيتكون طبقة من أكسيد الألمونيوم بدراسة هذه الطبقة وجد أن طبقة أكسيد الألمونيوم بيكون غير مسامية وغير قابلة للزوابان في الماء ومن هنا تعميه من التآكل أيضاً لو جئنا نشوف كده عنصر زي الحديد بلاقي الحديد رغم أنه بيوجد في متأخرة أو المؤخرة متسلسلة الجهود الكهربية إلا أنه لا يتآكل في الظروف العادية طبعاً هنا بنقول أنه بيتميز بصغر جهود الأكسيدة ولذلك أيضاً احنا بنلاقي الذهب موجود في الطبيعة بصورة منفردة يبقى بنركز على نوع الطبقة المتكونة من حيث مسامية هذه الطبقة ومن حيث قابلية زوابان في الماء لو جئنا نشوف كده بعض الأمثلة قبل ما نوضع العوامل المؤثرة على عملية الصدق والتآكل أو بيقول لي أكتب تفسير علمي ألم تآكل الذهب في الظروف العادية رغم أن الذهب من الفلزات المتأخرة في متسلسلة الجهود الكهربية طبعاً صغر جهد الأكسادة بتاعه وبالتالي يتواجد الذهب بصورة منفردة أيضاً ممكن يقول صعوبة صدق الألمونيوم بالرغم من أنه من العناصر التي تقع في متسلسلة الجهود الكهربية في مقدمة هذه المتسلسلة تكون طبقة من الأكسيد الألمونيوم خوصها هذه الطبقة غير مسامية خوصها هذه الطبقة لا تزوب في الماء وبالتالي تحميه من عمليات التآكل دعالك كده نفسر سبب عملية التآكل وطبعاً بنلاقي أن الفلزات النقية يصعب تآكلها بما فيها الحديد لو كانش الصورة النقية طبعاً إحنا مش بنحضر العناصر في المجالات الصناعية بتكون معظمها في سبائق غير متجنسة وموجود شوائب فالشوائب ده بتعمل إيه؟ نوع من الخلايا الجلفانية الموضعية اللي بتسبب عملية إيه التآكل يبقى من شروط الصدق أن يتلامس فلزين مختلفين في النشاط وأن الفلزين يكون بينهم وسط مناسب اللي هو الإلكتروليت اللي هيتحرك فيه فبنقول أن معظم المعادن تحتوي على شوائب وهذه الشوائب هي التي تحفز عملية التآكل الشرط هنا في التآكل أن عند تلامس فلزة أكثر نشاط مع فلزة آخر أقل منه في النشاط الكيميائي بس دي وجود وسط مناسب يتسبب زيادة في تآكل الفلز الأكثر نشاطا لو جينا كده نوضح اللي هيحصل فيه تآكل الحديد أو نتكلم عن خلية صدق الحديد ماذا يحدث عند تعرض الحديد للتشقق أو الكاسر؟ فبنقول إيه؟ عند تعرض قطعة من الحديد للكاسر أو التشقق يتكون خلية جلفانية مع الماء المزاب شايفين حضراتكم الطبقة البنية اللي كونت في موضع هذا الكاسر أو موضع التشقق؟ إيه اللي هيحصل؟ يتكون خلية جلفانية مع الماء المزاب فيه بعض الأيونات واللي بتقوم بدور المحلول الإلكتروليتي وبيكون الأند نفسه هو قطعة الحديد بيكون الأند هو الحديد قطعة الحديد بتمثل الأند وفي نفس الوقت بتمثل الموصل الإلكتروني يبقى بتقوم خلية جلفانية أو بتكون خلية جلفانية مع الماء المزاب فيه بعض الأيونات اللي بتقوم بدور المحلول الإلكتروليتي ويمثل فيها الحديد الأند طب طالما الحديد الأند يبقى هيحصل له يا مصر هيحصل له عملية أجزادة زرات الحديد هتتحول إلى أيونات حديد والأيونات دي بتبقى جزء من المحلول الإلكتروليتي اللي هو الوسط الموجود فيه هذه الأيونات وتنتقل أيضاً الإلكترونات عبر الحديد إلى الكاسود اللي هو الشوائب الموجودة مع الحديد مثلها شوائب الكربون يبقى بنقول بيتأكسد الحديد إلى أيونات 2 FE صلب هيدي 2 FE مجاب 2 زائد 4 إلكترون وبعد كده تصبح أيونات الحديد جزء من المحلول الإلكتروليتي وتنتقل أيضاً الإلكترونات خلال قطعة الحديد دي إلى مادة الكاسود اللي هي الشوائب الكربون الموجودة في الحديد وبنقول إن الحديد يقوم هنا أو في هذا التفاعل بدور الأند وبدور الموصل الخارجي عند الكاسود اللي هيتم عنده اختزال الهواء أكسوجين الهواء إلى أيونات عيدروكسيد في وجود الماء تعالوا كده نشوف التفاعل اللي هيحصل في تفاعل الاختزال عند الكاسود أثناء توصيل الحديد للإلكترونات اللي هو يعتبر مادة الأند ويعتبر الموصل الخارجي يوصلها إلى مادة الكاسود بيتم اختزال الأكسوجين بتاع الهواء الأوتو في وجود الماء إلى أيونات عيدروكسيد بتتحد أيونات عيدروكسيد مع أيونات الحديد 2 اللي طلعت عند مادة الكاسود ويتكون عيدروكسيد الحديد 2 اللي هتتأكسد إلى عيدروكسيد حديد 3 طيب لو جدا كده نجمع التفاعلات اللي هتحدث من اكسدة واختزال اسناء صدى الحديد او في خلية صدى الحديد اول حاجة عند الانود اللي حصلت اكسدة زرات الحديد الى ايونات حديدي اثنين واربعة الكترون ايونات الاربعة الكترون اتحركوا عند مادة الكسد اختزال اكسوجين الهوى في وجود المية وفي وجود الالكترون اللي تتحول الى ايونات هيدروكسيد ايونات الهيدروكسيد هتتحد مع ايونات الحديد اثنين ويتكون هيدروكسيد حديد اثنين طب وهيدروكسيد الحديد اثنين ده هيت اكسد الى هيدروكسيد حديد ثلاثة وكده يبقى جمعنا معادلة كلية لتفاعل خلية الصدق لخلية تآكل الحديد اللي بتكون بالصورة اللي قدام حضراتكو دي طيب يبقى كده تفاعلها الاختزالية ووضحنا اللي حصل أثناء تعرض الحديد للكسر أو التشقق ووضحنا أيضا ماذا يحدث عند ملامسة فلز لفلز آخر يختلف عنه في النشاط في وجود وسط مناسب بس نلاحظ أن تفاعلات الصدق من التفاعلات البطيئة عشان بتحتوى على الماء الموجود أو الوسط الموجود بيحتوى على كمية محدودة من الآيونات ونقدر نقارن ده مع ماء البحر بالماء العادي لأن ماء البحر بيحتوى على كمية أكبر من الآيونات من الماء العادي وبالتالي هتكون صدق الحديد أسرع في مياه البحر عن مياه النيل أو المياه العادي فلو جينا كده مستر أمجد بقى نوضح العوامل المسؤولة عن عملية تآكل الفلزات سواء كانت عوامل تتعلق بالفلز نفسه زي عدم تجانس السبائك أو بنقول العوامل الوسط المحيطة بهذا الفلز فهنقول إياه مستر أمجد فضل حضرتك شكرا مستر أحمد زي ما شفنا من شوية أن التفاعل الصدق هو تفاعل أكسادة واختزال وقلنا أنه غير مرغوف فيه لأنه بيسبب تآكل الفلزات أو تلف معظم الفلزات وعشان كده مهم قوي أنه عشان نحمي الفلزات من الصدق نعرف إيه هي العوامل اللي بتؤدي إلى تآكل هذه الفلزات أول هذه العوامل أو بنقسم العوامل إلى قسمين عوامل تتعلق بالفلز نفسه وعوامل خارج الفلزة أو عوامل خارجه العوامل اللي بتتعلق بالفلز نفسه أول حاجة اللي هو عدم تجانس السبائك مهما كانت السبائك يعني متقنة الصنع قوي إلا أنها بتكون برضو غير متجانزة عدم تجانس السبائك ده بيؤدي إلى إيه؟ زي ما احنا شايفين كده قدامنا بيؤدي إلى تكون عدد كبير جدا أو عدد لا نهائي من الخلايا الموضوعية اللي بتسبب تآكل أو سرعة تآكل الفلز الأكثر نشاط طيب طالما السبائك غير متجانزة وبتؤدي إلى التآكل ليه بيلزم تكوين السبيكة طبعا إحنا أخدنا الكلام ده في الباب الأولاني خالص لما تكلمنا عن السبائك وقلنا السبائك لازم تتكون أو لازم بنستخدم السبائك لأنها بتكسب الفلز الأصلي خواص بتكون غير موجودة فيه طيب الحاجة التانية برضو من ضمن العوامل اللي بتتعلق بالفلز نفسه اللي هو اتصال الفلزات ببعضها البعض عند مواضع اللحمات هنا بتكون أحيانا مصامير البرشام اللي بتربط الفلز ببعضه وتربط الأجزاء بتاعت الفلز في بعضها بتكون مصنوعة من عنصر آخر وبالتالي أو مصنوعة من نوع آخر من السبائك وبالتالي بيحصل خلايا جلفانية موضعية في مكان الاتصال الفلزات هنا بعضها وبالتالي بتبتدي تحصل برضو عملية تآكل الفلز الأكثر نشاطا وتزداد سرعة عملية التآكل النوع الثاني من العوامل اللي هو العوامل اللي بتتعلق بالوسط المحيط أو بنسميها العوامل الخارجية طبعا دي كلنا يمكن نعرفها حتى من حياتنا العملية أي قطعة حديدة عشان تتآكل بسهولة أو لو حتصدي يبقى معنى كده أن احنا لازم يكون متوفر لها الاكسوجين والماء أو بنقول عليه الهواء الراطب يعني ولازم النقطة المهمة اللي نعرفها بقى الجديدة السنة دي أن الماء اللي موجود لازم يكون مزاب فيه كمية من الأملاح عشان تؤدي إلى أو تعمل كالكتروليد يساعد فيه عملية الصدق وزي ما مستر أحمد قال لنا أن تآكل مثلا الحديد في المناطق الصحراوية بيكون أبطأ من تآكل الحديد مثلا في منطقة ساحلية ليه؟ لأن المنطقة الصحراوية بيكون الجو فيها جاف نسبة الأملاح المزابة فيها قليلة جدا ولكن المنطقة الساحلية بتكون مشبعة أو نسبة بخار الماء فيها عالية قوي وكذلك نسبة الأملاح اللي موجودة فيها طالما عرفنا العوامل اللي بتؤدي إلى تآكل المعادن يبقى حقدر أقي الحديد من هذا الصدق عاوزين نشوف كده مستر أحمد إزاي نقي الحديد من الصدق شكرا مستر أمجد طبعا حضرات من أحد طرق وقاية الحديد من الصدق طريقة تقليدية اللي كلنا عارفينها وهي طلاقة الحديد بالمواد العضوية طبعا بتجيب بعض أنواع الزيوت أو الورنيش أو السلقون ولكن هذه الطريقة بيكون غير فعالة على المدى البعيد يعني على المدى البعيد هيحرص الصدق مع وجود الزيت والورنيش والسلقون دي طريقة تقليدية لوقاية الحديد من الصدق والتآكل لكن إحنا بنبعض الطرق الكيميائية بنحاول نطبق اللي بدأنا ندرسه ونتعرف عليه من نواتج التعلم بتاعنا للخلايا الجلفانية طب إحنا هنحمل حديد إزاي؟ هيكون عندنا طريقتين في تغطية بالفلزات المقاومة للتآكل ودي فيها طريقتين هنشوف الطريقتين ونبدأ نحدد من الأفضل معانا لحماية الحديد أو المعادن من التآكل إما بنعمل نوع من أنواع الغطاء الكاسودي أو بنقول الحماية الكاسودية أو بنعمل حماية أنودية أو غطاء أنودي طب إيه هي بقى الحماية الكاسودية أو الغطاء الكاسودي وإيه هي الحماية الأنودية أو الغطاء الأنودي ومين يا ترى هيكون أفضل معنا وإمتى هستخدم الحماية الكاسودية وإمتى هستخدم الحماية الأنودية طالما عملية الطلاق بالمواد العضوية طريقة غير فعالة على المدى البعيد لو جينا غطينا زي ما حضراتكم شايفين كده بعض علب المأكلات المعدنية بعض علب المأكلات المعدنية احنا بنغطي الفلز الأصلي اللي هو عندي بفلزة آخر بس الفلز اللي أنا باستخدمه فيه التغطية أو الطلاق بيكون أقل من الفلز الأصلي في النشاط الكيميائي زي تغطيات على سبيل المثال في عالم المأكلات المعدنية تغطيات الحديد بالقصدير لو جيت حضرتك كده تقارن بين الحديد والقصدير من حيث النشاط الكيميائي فهتلاقي ان الحديد بيكون أنشط من من الحديد أنشط كيميائيا من القصدير وبالتالي عند حدوث خاتش في الحديد المطلي بالقصدير إيه اللي هيحصل؟ بيحدث صدق بشكل أسرع من الحديد الغير مطلي يعني أنا لو عندي هنا الحديد مطلي بالقصدير القصدير أقل نشاط والحديد أكثر منه في النشاط فتكون الخلايا الجلفانية الموضعية بيصدق الحديد أولا ثم القصدير ومن هنا بنقول أن الحماية الكاسودية لا تفضل يبقى أنا محتاج يتم اطلاق بفلزة أقل أكثر من نشاط كيميائي وده اللي هنسميه القطب المضحقي وده هنشوفه مع مستر أمجد مع توضيع الحماية الأنودية بس بعد ما نجاوب على هذا السؤال عند حدوث خادش في الحديد المطل بفلزة أقل منه في النشاط كالقصدير يصدق بشكل أسرع من الحديد الغير مطلي جابه قدام حضراتكو تكون خلايا الجلفانية الموضعية من الأنود الفلزة الأكثر نشاط اللي هو من الحديد من الكاسود مادة المستخدمة في اطلاق اللي هي القصدير الفلزة الأقل لنشاط يبقى لها يصدق أولا الحديد قبل القصدير بالنسبة بقى مستر أمجد للحماية الأنودية وإمتى أستخدمها وأنا أوضح إزاي بيتم عملية الجلفانة أو التغطية بالأقطاب المضحية تقدم مستر أمجد شكرا مستر أحمد الغطاء الأنودي عندنا برضو من الاسم بتاعه كده أنا هغطي الفلز المرات حمايته اللي هو الفلز الأصلي بفلز آخر أكثر منه نشاط فعندنا الخرصين مثلا والماغنيسيوم والكروم كل الفلزات دي أكثر نشاطا من الحديد فلما باجي أغطي الحديد بفلز آخر أكثر منه نشاطا إيه اللي هيحصل زي ما أخذنا قبل كده أن الفلز الأكثر نشاطا بيكون هو الأنود هو ده اللي هيحصل عنده عملية الأجسادة يبقى هو ده اللي حيتآكل أولا يبقى عندنا لو حصل خدش فيه الغطاء الأنودي إيه اللي هيحصل الفلز المرات حمايته مش حيتآكل ليه؟ لأنه أقل نشاطا إلا بعد تآكل الفلز الأكثر نشاطا وطبقة الغطاء الأنودي بتستغرق لتآكلها وقت طويل جدا ليه؟ الخلية الجلفانية اللي هتتكون حيكون فيها الأنود هو الفلز الأكثر نشاطا وهو الخرصين مثلا في عملية الجلفنة أو الماغنيسيوم في حماية المواسير المدفونة تحت سطح الأرض من التآكل وطبعا حيكون الكاسد في هذه الحالة هو الحديد زي ما احنا شايفين كده في الرسمة اللي على الشمال عندنا الفلز الأكثر نشاطا هو الماغنيسيوم وبيتوصل بسلك بالمواسير المدفونة في بطن الأرض فعشان كده بيكون الماغنيسيوم هو الأنود وبيحمي الحديد من أنه هو يتآكل أو أنه هو يبدأ في الصد برضو كنا عاوزين ننوح عن فكرة عملية الجلفان احنا كنا قلنا عليها في أول باب خالص ولكن برضو ما ننساش أن هي عبارة عن غمس الحديد الصلب أو الفلز المراد حمايته في الخرصين المنصر الفلز الأكثر نشاطا في هذه الحالة بنطلق عليه كلمة القطب القطب المضحي ليه أصلا هو بيتآكل في الأول في سبيل حماية الفلز الأقل نشاط فإيه هو القطب المضحي هو في لز أكثر نشاطا كيميائيا يوصل أو يطل به في لز آخر أقل منه نشاطا لحماية الفلز الأقل نشاطا من الصدق أو من التأكل زي مين؟ زي ما قلنا كده حماية مواسير المدفونة في بطن الأرض مواسير المياه أو مواسير الصرف الصحي من التأكل بتوصلها بطبقة من الماغنيسيوم أو طلاء المعادن أو الحديد اللي موجود في السفن بطبقة برضو من الماغنيسيوم ليه؟ لأنها دايما بتكون معرضة للأملاح ده كده اللي هو الغطاء الأنودي والغطاء الكاسودي وطبعا من هنا نقدر نفهم مين الأفضل الغطاء الأنودي ولا الغطاء الكاسودي عاوزين حجونك تقول لنا كده مستر أحمد مع التمرين اللي احنا شايفين شكرا مستر آمجد التمرين قدام حضراتكم كده بعد دراسة الحماية الأنودية والحماية الكاسودية وعرفنا إن الحماية الأنودية بتفضل على فبيقول لك إذا تزداد سرعة صدق معلبات المأكلات المحفوظة عند خدشها طبعا هنا بنقول إن فيه هنا خلاج الفنية موضعية الحديد ده في لزة أكثر نشاطا ده يمثل الأند في لزة المستخدم في الطلاق اللي هو القصطير المستخدم في طلاق المعلبات المأكلات المحفوظة بيمثل هنا الكسد وبالتالي بيكون أقل نشاط يبقى مين اللي هيحصل له التآكل هيكون طبعا الحديد وهنا هنقول نوع الحماية بعد حماية كاسودية لو جينا بقى بعض نشوف بعض التمرين تاني على ليه يفضل الغطاء الأنودي على الغطاء الكاسود طبعا كلا تمام زي ما حضراتكم بتقولوا عند حدوث خادشة في طبقة الغطاء الأنودي الفلز المراط حمايته لا يبدأ في التآكل إلا بعد تآكل طبقة الغطاء الأنودي بالكامل طبعا الغطاء الأنودي هنا أنا مغطي بفلزة أكثر نشاطا بقى مين اللي هيحصل له التآكل اللي هو الفلز المستخدم في الطلاق اللي أنا بقول عليه الغطاء الأنودي وبالتالي استغرق الفلز المراط حمايته وقت طويل أما عند حدوث الخادش في طبقة الغطاء الكاسودية فإن الفلز المراط حمايته هو اللي بيحدث له التآكل لأنه بيكون أكثر منه نشاط يبقى ما نقول تاني ليه بيفضل الغطاء الأنودي عن الغطاء الكاسودية إجابة قدام حضراتكم عند حدوث خادش في طبقة الغطاء الأنودي فإن الفلز المراط حمايته لا يبدأ في التآكل لأنه طبعا بيكون أقل نشاط لأنه نموصله بفلزة أكثر منه نشاط إلا بعد تآكل طبقة الغطاء الأنودي بالكامل وده طبعا هياخد وقت طويل أما عند حدوث خادش في طبقة الغطاء الكاسودية طبقة الغطاء الكاسودية نموصل كده بفلزة أقل نشاط يبقى الفلز المراط حمايته هيتآكل بشكل أسرع وشفنا ده في تطبيقات الموسير المياه المدفونة والسفن البحري فأقول لي على سبيل المثال توصل يا مستر أمجد موسير الحديد المدفونة في التربة الرملية بصفيحة من الخرسين أو الماغنيسيوم شكرا مستر أحمد لأن طبعا الخرسين أو الماغنيسيوم بيعتبر طبقة من الغطاء الأنودي أو بنسمي زي ما قلنا عليه هو القطب المضحي فيكون هو الأكثر نشاطا ويتآكل أولا بدلا من الحديد وبالتالي بيحمي الحديد من التآكل وبكده نكون انتهينا من دراسة الخلايا الجلفانية والتفاعلات الأجساد والاختزال اللي هي بتتم بشكل تلقائي شكرا لكم لكم على مدفونة في التربة الرجل والماغنيسيوم